النجم البولندي روبرت ليفندوبيسكي ونجم نادي برشلونة الأذباني يبدي إعجابه الشديد بالمستوى الذي يقدمه المنتخب المغربي وذلك من خلال تصريحاته اليوم للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لقرد القدم الفيفا حيث أكد روبرت ليفندوبيسكي أن المنتخب المغربي يقدم قورة شاملة دفاعيا وهجوميا وأسنى أيضا روبرت ليفندوبيسكي على لاعب المنتخب المغربي وصفا إياهم بالمحاربين الحقيقيين أيضا روبرت ليفندوبيسكي أكد بأن المنتخب المغربي هو أقوى منتخبات مدمعته وقادر على الفوز على المنتخب الكندي غدا كما أكد روبرت ليفندوبيسكي أن المنتخب المغربي أصبح من المنتخبات التي يصعب مواجهتها نظرا لأنه منتخب شامل ومتكامل في كل شيء وأسنى ليفندوبيسكي أيضا على أشرف حكيمي وحكيم زياش واصفا إياهم بالنجوم الذين يستطيعون تحقيق الشيء الكبير لمنتخب بلادهم في منديال قطر عشرين اتنين وعشرين في ختام حديثه عن الأسود أكد ليفندوبيسكي أن المغرب أثبتت من خلال مبارطي كرواتيا وبيلجيكا أنهم من بين أقوى منتخبات العالم ويتمنى ليفندوبيسكي كل التوفيق للمنتخب المغربي نظرا لأنه دائما ما يلقى تحية كبيرة من المغرب عندما يزور المغرب في عطلته في بعض الأيام في نهاية الأمر شكرا لفندوبيسكي على هذه التصريحات عن الأسود ونتقابل على خير يا سيدة يا كرام تحياتي